هاي كيفكم اتمنى تكون بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة اعطفية البرج الجوزة رح كيفية عن مشاعر الحبيب نوية وكيف مبؤول كل مرة رح كذلك عن مشاعرك انت ونويةك رح اعملها بالطريقة المراية كذلك رح احكي عن العزة الناس اللي عم تنتظر قدوم شخص جديد رح نكشوف بالتاروت شو رح يطلع لكم يا برج الجوزة كذلك يعني وكيف ما عودت انه القراءة تقبل ان تكون عكسية وكذلك ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع شوف اي قراءة تنطبق عليك ويعني اقرأ له اسمع له كذلك يعني ما تنسوا تعملوا لي لايك سابسكريب قناتي برج الجوزة شهر نوفم هم يطلع لي حليا يا برج الجوزة كأنه هم تتعب وعم تعمل بنسبة كبير يا برج الجوزة بس ما عم تشوف في نتيجة ما عم تشوف في مردود آآ في نوع من الخسارة والصدمة التي تعرضت له الى يا برج الجوزة عم شوف في صدمة تعرضت له وعم شوف انه في نوع من العمل والكدب بنسبة كبيرة بس ما في تحصيل آآ بس ان شاء الله رح تنعدل الامور لصالحك يا برج الجوزة يعني فترة ورح تعدي آآ رح عم شوف كذلك على انه الحبيب يمر بنقلة نوعية بس ممكن ما تكون جيدة بالنسبة له آآ بس هالنقلة الغير جيدة رح تحمله الى شيء جيد آآ آآ عم شوف انه آآ آآ كذلك هو تعرض لخسارة تعرض لشيء ما حبه بس آآ هذه الحقيق يعني هذا الوضع اللي بيمر فيه حاليا للحبيب عم شوفه رح يجعله شخص آخر يجعله شخص آآ آآ روحاني أكثر يتعلم من هذا الدرس الكتير ورح يقدر النعم اللي هو فيه حاليا آآ آآ عم شوفك حاليا يا برج الجوزة آآ ممكن آآ مهتم بالأمور العائلية أكثر آآ آآ ممكن آآ هات الشخص شاغل بالك بنسبة كبيرة كأنه بتحس حالك تحطمت أحلامك كنت عم تحلم بأشيء كتيري معه يا برج الجوزة بس عم شو كانه تبددت الأمور وعم شوف فيه نوع من الصدمة انت متعرض ليا برج الجوزة ما بعرف شو فيه بس فيه نوع من الصدمة تعرض لألا في شيء صدمك في شيء غير تفكيرك في شيء آآ فتح عيونك أكثر للواقع كأنه كنت عم تعيش أحلام كنت عم تعيش أشيء ما النواقعية وفتحت عيونك للواقع آآ حاليا أوكي كذلك عم شوف عم شوف الشريك عم عم يتذكر اللحظات الجميلة معك في نوع من الاشتياق في نوع من آآ آآ في نوع من التذكر للحظات بينك وبينه في نوع من الاشتياق الكبير بالنسبة له آآ بس شوفي شوفي لانه كذلك هو بمر من من نقلة نوعية غير جيدة ممكن تهو كذلك يتعرض لصدمة هذا الانسان عم شوف حاليا أنت يعني عم تفكر بشيء من ال آآ آآ واخد وقت آآ عم تفكر بكتير من العشيء آآ آآ يعني واخد وقت لنفسك ممكن حاليا عم تمر بمرحلة ليست بالجيدة عم يعني عم تحدد اولوياتك وعم تفكر شو الخطوة اللي بعدها اوكي الخطوة الجاية آآ بس عم شوفك على أنه عم تشوف انت هذا الانسان كذلك آآ مبتعد ومش اعطيك وقت ممكن مهتم بأشياء أخرى من غير الاهتماع فيك آآ 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 ممكن حتى الموضوع العملي هو آآ اللي شاغله بهذا الوقت لانه عم شوفوا ال كينغوف بنتيكولز وعم تشوفوا انت بعيونك ال كينغوف بنتيكولز يعني شخص مادية حلوة عم يشتغل على موضوع المادة وآآ شخص عنده خبرة جيدة بالموضوع المالة والمادة آآ كذلك هو عم يشوفك شخص آآ جميل انسان طيب فيك نوع من آآ من نوع من الحساسية الكتير زائدة بيشوفك شخص آآ نوعا ما حساس كذلك بهذه الفترة عم يشوفك شخص مبتعد عم يشوفك مبتعد علي بالفترة الحالية بس انا عم شوفك انو الاوضاع راح تتغير لصالحكو لانو عم تمروا باتنيني تكون بشيء من التغيير اوكي عم شوفك ذلك على انو عم يشوفك شخص عندك طاقة وعندك باور وعم آآ تبحث عن حالك تبحث عن آآ بالرغم من انو كتير اشيء ممكن لات ما تكون بصالحك يا برج الجوزي عم يشوفك على انو آآ بطل جد الطاقة وتتفائل بالغد الجميل اوكي ويعني هادي صفة جميلة جدا بالجوزي شخص بالرغم من كل الاشيء او كل العتارات اللي بحييته بتكون شخص بيتفائل بالخير وبينظر بشكل ايجابي للاشيء آآ كذلك انا عم شوف انو في حب قوي بتحبوا لها الانسان في نوع من الحب ممكن حتى انت انت عم تنتظر هذا الشخص اذا كان مبتعد وما فك انا ما عم شوف في خصام بس عم شوف في نوع من الابتعاد كأنو انت تعدادت لشيء آآ يعني خليك انو تبتعد عنه عن الشريك كذلك عم شوف الشريك الاخر في شيء او في سبب خلى هالانسان يبتعد عنك لفترة ممكن ما يكون خصام بس في نوع من البعد آآ لا يعني آآ لا يعمل اشيء كتير بحييته اوكي عم شوف انتظار لالك والاهتمام بالمجال العملي بالرغم من المجال العملي ما عم شوفه يعطي نتائج جيدة لالك يا برج القوس يا برج الجوزاء سامحوني آآ كذلك الشريك الاخر آآ عندوني لانو يرجع لالك بس عم شوفه اذا كانت وما بتعدين عن بعض ممكن ترجعوا بس ترجعوا آآ من بعد ما يحكي كلام آسي عليك يحكي يجري حكي شوي لانو عم شوفه متألم وكأنو بدو يعطبك بدو يعطبك بس بقسوة بنوع من القسوة عم شوف كذلك على انو الاوضاع المستقبلية كيف راح تكون عم شوف في نجاح ان شاء الله من بعد خسارة راح تتعرض لالا او انت تمر بهذه الخسارة بتحس حالك في نوع حتى لو ما كانت خسارة ماتية او انت بتحس حالك بهذا الوقت في نوع من الخسران آآ كيف ما كان يعني عم تحسه بس عم شوف في نجاح لانو هيدا كانت نجاح العملي عم شوف في نجاح عملي وحتى نجاح ممكن بمجال الحب ان شاء الله راح يكون خير لالقونيا برج الجوزاء اللي عم تطلع عندي هي برج العقراب آآ برج العذراء آآ كذلك برج الحوت عم يطلع بس في ابراج المائية في الابرج الترابية آآ والنارية كذلك آآ الهوائي في في برش يعني في في الهوائي كذلك بس او الطاقة الغاء يعني الكتيري او بهذه القراءة هي الابرج المائية آآ والا والترابية اكثر في نسبة كبيرة لهذه صاقة لهذه الطاقة اما عن الناس العذاب الناس اللي آآ ممكن ينتظروا شخص وما عم شوف بهذه اللحظة مشوف كأنو كنت عم تحب شخص وهو حاليا مبتعد عنك بتفكر انو تبعط له مسج بتفكر انو تحكي معه آآ لانو بس في نوع من الكسرة قلب تمنعك يا برج الجوزاء كسر قلبك وراح آآ وتركك بهذه الفترة آآ بالرغم انو بتنتظر آآ شخص وانت حاليا عازب عم تنتظر قدوم شخص جديد آآ بس انت عم تفكر اكثر آآ بشخص من الماضي آآ في نوع من التفكير بشخص من الماضي النصيحة لالك عم شوف انو في قدوم اشيء جميلة لالك يعزب يعزب برج الجوزاء عم شوف في تحقيق لاحلين كنتو عم تنتظروها آآ بس ان شاء الله راح تكون عن قريب آآ اشيء جميلة ممكن تكون بالمجال العملي وحتى بالمجال الحب لانو عم شوف في نوع من العطاء في كتير امنية تمنيتها يا برج الجوزاء خاصة للعزب آآ بس عم شوفها راح تتحقق حتى الناس اللي كامر تبطين او حاليا منفصلين انفصال آآ آآ عم شوفهم آآ كذلك راح يمروا من من ازمة حاليا عم يمروا راح تنتهي ورح تبدأ اشيء جميلة ان شاء الله غالبا عم يطلع لهون ورق الاطفال ممكن يكون في اطفال بينك وبين هذا الشريك ممكن هذا هو مجال الخلاف بينك وبين الناس المتزوجين وكذلك عم يطلعون هون انه في موضوع صحي شاغل بالكم ممكن هذا هو المشكل في موضوع صحي كذلك بيقلك انه ان الحب او طاقة الحب راح راح تشفيك من اي شيء تريده لا تقلق فقط شعر بهذا الحب اللي يشفيك اوكي مش مش يعني هيدا القراءة مش مجرد انه حب شخص او حب ممكن تحب حالك ممكن تحب امك ممكن هذا الطاقة للحب الجميل حب الاطفال كذلك تشافي من كل من كل الاشياء السلبية لانه طاقة الحب طاقة جميلة اه ممكن تستغلوها لتتشافى ومن كتير اشياء ما تفكروا بالاشياء السلبية هدي نصيحة لالكن ولكل الابراج انه ما تفكروا بشيء من السلبية فكروا بالايجابة لكي تتغير حياتكم للايجابة اوكي اه طاقة سلبية ما بتجيب الا سلبي وما بتجيب الا الا اشياء سلبية بالحياة لهيك حاولوا انه برغم من انه الاشياء ممكن تكون مظلمة بحياتك تشوف النور من 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 باني هذي الظلمة بالحياة تشوف النور وان شاء الله ما يكون الا النور اه بتمنى لكم كل الخير يا برج الجوزاء وبتمنى لكم اه 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 شهر مبارك اه اه هذا الشهر يكون شهر خيرات عليكم وهذا كل شيء شكرا